السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيف تسوي احساف في ايبك جيمز عن طريق الجوال فلا تنسون دعمنا باللاحك الاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريق يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تدخلون على المتصفح اي متصفح عندكم تكتبون في البحث ايبك جيمز فراح يظهر معكم هذا الموقع اللي هو اول خيار تضغطون عليه بعد كده من هنا تضغطون على الثلاث شرطات اللي فوق عليه سار ومن هنا تضغطون على هذه الايقونة فراح تفتح معكم هذه الواجهة تروحون على هذا الخيار وتسجلون بريد الكتروني الخاص فيكم بعد ما تسجلون بريد الكتروني تضغطون المتابعة ومن هنا تسجلون تاريخ الميلاد لما تسجلون تاريخ الميلاد تأكدوا ان العمر يكون اكبر من 18 سنة بعد كده تضغطون المتابعة فهنا اول خيار معانا له البلد تختارون البلد اللي انتم فيها الخيار الثاني تسجلون الاسم بعد كده اسم العائلة فهنا يا شباب اسم العرض لازم تسجلون اسم ما فيه احد يختاره قبل كذا وهذا الاسم رح يظهر للأشخاص الآخرين فبعد ما تحددون الاسم تروحون على الخيار اللي بعده تسجلون كلمة المرور وهنا يا شباب إذا حابين توصلكم لأخبار والعروض تحطونا علامة صحة لهذه الايقونة وبعد كذا تحطونا علامة صحة لهذه الايقونة ومن هنا تضغطونا المتابعة فكذا يا شباب بتكون وصلتكم رسالة على الإيميل اللي سجلتوه تروحون على الرسالة فلو تلاحظون يا شباب وصلتنا هذه الرسالة يكون تنسخون الرمز اللي وصلكم بهذه الطريقة تضغطون نسخ بعدين ترجعون مرة ثانية على الموقع تضغطون نسخ بهذه الطريقة وتضغطون التحقق من البريد الالكتروني فكذا يا شباب بكل سهولة بيكون انشاءنا الحساب فمن هنا تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق على اليسار وبعد كذا تضغطون على ايقونة الحساب فرح يفتهم معاكم الحساب الخاص فيكم بكل سهولة فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة